الموضوع الآخر أصدقائي اليوم صحيفة فيلت أمزونتاك نشرت تقرير عن حالات اعتداء على الأطفال بمدينة فرانكفورت اعتداء جنسي على الأطفال برياض الأطفال وفقا للدوارة الرسمية بفرانكفورت فقد كان هناك عدد كبير من حالات الاعتداء حصلت خلال الأشهر اللي سبقت العطلة الصيفية هذا العام متورط بحالات الاعتداءات ثلاثة مربين برياض الأطفال قيل أنهم تنقلوا بعملهم بين عدد كبير من الكندرغاردن والكيتاس بفرانكفورت التحقيقات بدأها الادعاء العام الآن بألمانيا يوم الأثنين بفرانكفورت في روضتين لم يتم حتى الآن الإعلان عن اسم الروضتين قيل أنه تم توجيه بلاغات عديدة من أهالي ضد أحد المدرسين بوقت سابق تم رفع البلاغات للمحكمة هذا بوقت سابق ليس يوم الأثنين وتم الحكم ببراءة المربي لعدم وجود أدلة ضده ولكن الآن أو يوم الأثنين هناك أدلة فعلية جديدة يتم مناقشتها تتعلق بحالات تحرش قام بها نفس المربي بشهر مايو أيار السابق قام بهذه الحالات وهي لمس جسدي لطفل عمره خمس سنين ولمسه من المنطقة الحساسة عدة مرات وحصل هذا الأمر بين أكتوبر 2022 وحزيران 2023 الحالة الأخرى اللي يجري التحقيق بيها هي بلاغ على مربي أطفال قام بمسك طفل من المنطقة الحساسة وقبل من فمه والطفل هو بعمر الثلاثة سنوات إذن الآن بمدينة فرانكفورت تقول المدينة أو الإدارة المحلية أن الادعاء العام يبحث بثلاثة قضايا تحرش ضد مربي أطفال وكل قضية هي غير مرتبطة بالقضية الثانية بنفس الوقت أيضا بفرانكفورت تم إنهاء قضية بالمحكمة الآن تم إنهاء حسب فلت أمزونتاك كان هناك شبهة بتحرش جنسي من قبل مربية أطفال بروضة من الروضات لم يتم الإعلان عن اسم الروضة ولكن تم غلق القضية دون إدانة بسبب عدم تأكيد الاشتباه أو عدم موجود دليل يعني مثلا قد يكون الأهالي اشتكوا على مربية أو لاحظوا سلوك خاطئ أو علامات على اعتداء ولكن لما رفع الأمر للقضاء ما كان هناك إمكانية لإثبات التهمة اشتركوا في القناة